السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعضاء قناة وصفات من الاخر البنات اللي مشتركش في القناة فضلا نشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي هنقدمها لفترة الجان شاء الله فيديوهات الجان شاء الله هتكون قوية جدا 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 اي حد هنده استفسار ياريت يسيب لي الاستفسار او السؤال في التعليقات سيبالكو رابط جروب الواطس في صندوق الوصف قناتنا بنتكلم عن علوم الطاقة تفسير سلوكياتنا ومعتقداتنا وافكارنا ومشاعرنا من منظور علوم الطاقة هدفي من القناة اشحنكم بكل الطاقات الايجابية اخلصكم من اي طاقات سلبية داخلة بتشعروا بيها وبتأثر على يومكم وبتأثر على مجالكم الطاقة النهاردة حلقة اليوم حلقة مهمة جدا 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 عايزاكم تتابعوها للنهاية لان كل حرف فيها مهم جدا جدا هنتكلم عن علامات اكيدة علامات لو بتظهر عليك او بتشوفيها من خلال طاقتك تأكدي مليار في المية ان الشخص الاخر بيفكر فيك اول علامة هنتكلم عليها وهي الاجباع الطاقي او التشبع الطاقي من الطرف الاخر يعني ايه الكلام ده يعني لما تلاقي نفسك انت او حاسة ان الطرف الاخر طاقته واصلالك انت حاسة بالطرف الاخر على طول شايفاء منين ما تروحي شايفاء حواليكي مع انه مش موجود بس انت شايفاء حاسة ان انت في حوار طاقي كده بتتكلم معي شايفاء كأنه موجود حواليكي شامة ريحته في المكان حواليكي على طول فاكريه على طول مش بتنسيه على طول بتحلمي به تأكدي مليون في المية ان هذا الشخص انت عندك حاجة اسمها تشبع طاقي من طاقته طاقته وصلت لمجالك الطاقي وصلت لمجالك الطاقي وتفعلت مع طاقتك علشان كده انت على طول شايفاء قدامك حتى لو هو مش موجود على طول حاسة ان انت سمع صوته على طول تحس ان هو في المكان اللي انت موجودة فيه منين ما تروح هنا طاقته واصلالك طاقت الشخص تشبعت في مجالك الطاقي وصلت لمجالك الطاقي فاكريه على طول مش بيروح من بالك على طول شم ريحة شبيهة لرحته على طول فاكريه مش بتنسيه اطلاقا ما بيروحش من بالك اطلاقا مجالك الطاقي متشبع من طاقته وصلت له زبزب الطاقية وشحنة الطاقية منه وصلت للمجال الطاقي عندك وتفعلت مع كل زرات المجال الطاقي عندك علشان كده الشخص تلاقيه تحس ان هو متلبسك تحس ان هو منين ما تروحي الشخص معاك منين ما تصحي على طول تلاقيه قفز في دايرة افكارك على طول طاقته موجودة مش بتغادر مجالك الطاقي وطالما طاقته موجودة مش بتغادر مجالك الطاقي ومتصلة مع طاقتك اتصال روحاني واتصال طاقي تأكد مليار في المية ان الشخص بيفكر فيك بطريقة كبيرة جدا 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 طول ما انت بتحس بالحاجات اللي انا بقول عليها دي تأكدي ان الشخص بيفكر فيك ودي علامة قوية جدا وهي التشبع الطاقي بنسميها مسميات اخرى كثيرة اللي هي التفكير المستمر او هو ما بيخرجش من بالك وعلى طول شغل افكارك وعلى طول بتفكر فيه لكن هي اسمها التشبع الطاقي طاقتك على طول متصلة مع طاقته في الوقت اللي انت تحس ان انت ما عدتش فاكراه معادش بيخطر في بالك على طول يعني الشخص معادش فريق لك تأكد انه طاقته غدرت مجالك الطاقي ومعادش فيه اتصال روحاني ولا طاقي بينك وبينه انما طالما انت فاكراه وعلى طول حاسة ان هو حواليك في المكان اللي انت موجودة فيه تأكدي انه بيفكر فيك ودي من اقوى العلامات الطاقية اللي لما تشعر بيها تأكدي فوق المليار في المية ان الشخص بيفكر فيك وبيتخطر معك وفيه اشتباك طاقي والتحاد طاقي ايجابي علشان كده تحس انك بتحبيه مشتاقة شوفيه مشتاقة كلميه مشتاقة تسمع اسمه مشتاقة تعرف اي معلومة عنه هذا الاتحاد الطاقي اتحاد طاقي ايجابي او اتصال روحي طاقي ايجابي بين طاقتك وبين طاقت الطرف الاخر طب تتأكد ازاي انه انجزاب ايجابي مش انجزاب سلبي لان فيه انجزاب واتحاد ايجابي وفيه انجزاب واتحاد سلبي طاقي سلبي الانجزاب الايجابي ان انت في عز ان شغالك تلاقي نفسك فاكرية تلاقي نفسك روحك بتطير وبتفرحي جدا جدا لما بتسمعي اسمه او لما بتشوفه من بعيد او لما بتعرفي معلومة عنه او لما بيعدي كده من قدامك ما بالك بقى ان انت لو مرتبطة بي او عايشة معاك انت بتحس ان انت مش عايزة اي شي في هذا الكون اللي انت تبقي بس تعرفي معلومة عنه تشوفيه تطميني عليه ده كفيل ان هو يرضيك ويشبع طقتك من الطرف الاخر اما الارتباط السلبي بتبقي فكرة لكن بخانق بزهق ما انتش طيقة اسمه بتحسي بشعور وحش جدا وضيء وطقات سلبية لما بتفتقرين تأكدوا ان الشخص اللي بيحبك بيزود لك الطقات الايجابية وبيحسزك على طول بطقات ايجابية وفرح وسعادة اما الشخص اللي بيلعب بك او الشخص النرجسي ده على طول بتحسي بخانقة لما بتفتقرين بتحسي بديء بتحس ان فيه علاقة سامة بتحس ان فيه توطر في هذه الحلاقة منتش مرتاحة العلامة اللي بعد كده وهي الالحاح الطاق يعني انت بيجي لك زي ما يقولوا كده رسالة الحاحية طاقة الحاح ان انت تتكلمي هذا الشخص او تتواصلي مع هذا الشخص او تعرف اي معلومة عن هذا الشخص حاجة منتش عارفها هي اي لكن هي في طاقتك بتزن عليكي ان انت تتواصلي باقصى سرعة مع هذا الشخص الكلام بالنسبة للرجل والمرأة ممكن برضو للرجل بيجي له رسالة الحاحية ان هو يتواصل مع زي الانسانة اللي بيفكر فيه هذه الرغبة الحاحية والطاقة اللي بتوصل لك والطاقة الملحة جدا جدا عليك وعلى افكارك انك تتواصل مع الشخص الاخر دي بتكون نتيجة ان الطرف الاخر بيفكر فيكي وبتخاطر معكي وقد يكون بيقوم بمتمرين تخاطر قوية جدا جدا وبعث لك طاقات تفكير وبعث لك طاقات حب هي اللي بتعمل فيكي كده وبتخلي الطاقة عندك عايزة تتواصل باقصى سرعة مع هذا الشخص انا بقول لكم دايما وبنصحكم ان انتو ترق بطاقتكم رق بطاقتكم شوفوا ايه اللي بيحصل لكم هل انتو حسين بايه حسين بطاقات ايجابية حسين ان في حاجة بتلحي عليكم حسين باكتئاب وتوتر وقال ماذا شعورك الطاقي بطاقتك هو اللي بيعرفك عامل زي التربومتر كده بيعرفك شعور الاشخاص حوالك انت بكل بساطة وانت بكل بساطة تقدري تستشعري وتحسي وتدركي ان الشخص ده بيحبك ولا لا من مجرد بس ان انت ترق بطاقتك رق بطاقتك الطاقة دي عاملة هي الميزان اللي بتعرفك كل شيء طيب فيه سؤال هيجيني ايه السبب في هذه الطاقة القوية جدا جدا اللي بحسي بيها تجاه الطرف الاخر ليه طاقته على طول وصلالي وليه طاقته متملكاني وليه بفكر فيه على طول لانه بالطبع بكل سهولة بيفكر فيك الطرف الاخر بيفكر فيك وبيمارس تمارين تخاطر سواء عارف ان هي تمارين تخاطر او مش تمارين تخاطر ممكن يكون بيمارس التخاطر الطبيعي بشكل بديه جدا جدا وبشكل طبيعي ومش عارف ان ده تمارين تخاطر وبيفكر فيكي وبيرسلك طاقات حب التقاط دي بتوصلك التقاط دي لما بتوصلك بتخليكي بتطابع تبدأي تفكري فيه وبرضه ترسل له طاقات حب فهنا تبادل فيه تبادل طاقي وانجزاب طاقي بيسحبكم ساحب الى بعض تحس ان انتو مجدودين لبعض اللي بيحصل لك بالزبط واللي انت بتشعر بيه وبتفكر فيه بيحصل للطرف الاخر طول ما هو بيفكر فيك وبيرسلك طاقات الطاقات بتأثر عليكي وانت بتبعتله بالطبع هذه الطاقات وبترسله برضه طاقات حب وطاقات تفكير فصعب جدا جدا ان انتو تنسوا بعض على طول هتلاقي طاقته متملكاكي وطاقتك متملكاك فيه تبادل طاقي قوي جدا جدا فيه تمسك قوي وتصرحي قوي جدا جدا بين الطرفين العلامة اللي بعد كده وديه علامة من اهم العلامات وهي الاحلام المتكررة بنفس ذات الشخص يوميا طاقة الشخص وصلت وتسللت الى احلامك الى جسدك الاسيري الى عالمك الروحي اثناء نومك كل يوم هتلاقي نفسك بتحلمي بنفس الشخص احلام متنوعة وبتشوف الشخص في الحلم كأنه قدامك سريه دي كأنه بالضبط في الحقيقة هنا تأكدي ان الشخص بيفكر فيك بصورة قوية جدا 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 لان طاقة الانسان العادية على طول بتجيب احلام احلام غير منطقية احلام انت حاجات انت بتفكرش فيها كتير حاجات مترقمة في عقلك لكن كونك ان انت تفكري كل يوم كل يوم في نفس ذات الشخص تأكدي ان الشخص ذاته بيفكر فيك وبيحلم بك وبيرسلك طاقات كبيرة جدا جدا من خلال الحلم وقد يكون بيعمل تخاطر الاحلام شكرا جدا 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 جدا